يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني منورني الكابتن الكبير كابتن طارق السيد نجمنادي الزبالي كان من منتخب مصر الأسبق الكابتن طارق منور ومشرف كالعي حبيبي يا كيمو أنا ببسعيد جداً أنا معاك والله العظيم وانا كمان بنا خليك بنا كريمك عشان بس إيه ما خبيش عليكم حاجة يعني أنا والكابتن طارق كنا مندردش دردشة شوية كده قبل ما نخش على الهوى فيما يخص أحمد فتوح وانا كنت عام الحسابة هنبدأ بمنتخب مصر وانا فيش مانع برضو بما إن الكابتن طارق كان قريب جداً فيما حدث مع أحمد فتوح والتجديد لأحمد فتوح وخلاص حالاتكم عارفين إنه إزاي كابتن طارق لعب دور عظيم في هذا الأمر سألته بره الهوى وهسأله دلوقتي قدام حضراتكم هو صحيح فتوح جدد علشان يمشي علشان يتباع علشان الزمالك يستفيد فكان ليه إجابة اسمعوها منه عشان هو هايقول إجابة غير لإنتوا سمعتوه خالص هو أولاً أنا عملت دور صغير جداً جداً في الموضوع ده أنا عارف إنه راجل متوضع يعني أنا في مجلس إدارة طبعاً محترم 100% قام بدور كبير جداً رجال أعمال محترمين بيحبوا النادي بجد قاموا بدور كبير جداً جداً الموضوع مش إنه طارق الساد كان له دور كبير ولا حاجة إلا طارق الساد كان بجد دي دور صغير جداً في الموضوع ما أعتقدش من اللي أنا عارفه إنه ممكن يكون مجلس إدارة ناد الزمالك جدد لفتوحة عشان يبيعه ما تعتقدش ولا متأكد يعني ما أعتقدش ومتأكد لدنيه متأكد فبعي يعني مش عايزين بس الناس إيه تمشي وراء نغمة بعزيزه لأ وفتوح كمان هيتباع طبعاً المجلس الإدارة بيبني فرقة أو بيحاول يبني فرقة بيفك القيد عشان يجيب صفقات عشان يمشي أحسن تنلعبها في فرقة مش منطق كلام الواحد بيتعب من الكلام في بعض الأوقات وما بيحبش يعلع كتير وبيسكت عشان خاطر فيه كلام كتير قوي غلط فاكرة أنا جيت عادت معاك هنا وقلت لك إيه كل الأرقام اللي بتتقال في موضوع فتوح هو وإنت بصراحة عشان يبقى أمين يعني أنت الوحيد اللي قلتلي إنه فتوح موقعش للأهلي وكل مصر كان بتقول إنه واق جماعة والله ما قاعد والله ما قاعد ما قاعدش أصلا مع الأهلي إيه المانع إن أنا فتوح منظم خد بالك على الرغم إن الناس تحس إنه هو شاب طيب على يعني هو طيب جدا بس تحس إنه هو يعني إيه يعني عشوائي الناس تحس كده إنه فتوح منظم جدا فتوح عنده وكيل أعمال اللي هو وكيله وعنده مدير أعماله المالي فواحد عامل كده هيبقى عشوائي نا هم رتبوا أموره كلها خلص بس هو فيه أوقات أنت كلعيب كرة بتعيش عيشة النجم فجاب عربية غالية شوية عليا شوية تقصد عالين شوية ده أمر طبيعي إن أنا عيش حياتي كلعيب كرة بما أنا لو ما عيشت شوية أنا بلعب في الزمالك ونجم ووي ووي وعدت في أحسن مكان وركبت أحسن عربية تبعا عملي ممكن تكون كانت أوفر شوية أيوة عشان برضو نبقى منطقيين إن أنا عامل على نفسي ديون عالية شوية بس أنا متوقع إن أنا جاي لفلوس وقت قريب فخلاص أنا حتى لو الديون دي كانت زيادة شوية مش متوقع إن الأمور ممكن تتلغبط معها بالشكل طب تفسر بإيه إنه دايما شويةنا الإعلامية يقول لك ما فيش دخان من غير نار تفسر بإيه إنه في ناس كتير قالوا على موضوع إن فتوح ممكن يمشي بعد كاس الأم الأفريقية هيكون الترانسفير خلاص حتى الناس اللي بتقول الكلام ده مش عقلديين الترانسفير هيخلص واحد 30 يناير طيب يعني هيسافر إيه بقى هيسافر ببراشوت هعملوله ترانسفير مخصوص مستحيل مستحيل ولا يمشي نهاية الموسم بص أقول لك الحاجة فكرة المشاين في أي وقت ده لعيب محترف في نادي الزمالك صح ماشي هيبقى الأمر كله مطروك لمجلس إدارة نادي الزمالك إنه يجي عرض مناسب وإنه يجي فيه بديل ده ما يمنعش إن مجلس الإدارة هو الحر وهو صاحب القرار إن لو جالي عرض كويس وشايفه إنه مفيد لنادي الزمالك أتصرف فيه بس قريدي ما اعتقدش من وجهة نظر الشخصية إن مجلس إدارة نادي الزمالك بيجدد للعيب زي فتوح شن يبيع ده مش من فكر الناس دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر